human rights بتقول دافع عن الإخوان وتقول إنه مش كلهم إرهابيين يعني إيه؟ يعني الشجرة موجودة فيها فرع سم وفيها فرع الأصل واحد والنبتة واحدة نبتة مسممة وثمرها مسممة ولا تغرنك يعني هذه الكلمات المعسولة إن إحنا مدنيين وإن إحنا ديمقراطيين وإن إحنا متسامحين غير صحيح بالمرة ارجعوا وقرأوا تاريخ الإخوان ارجعوا وقرأوا مضابط الإخوان عن الإخوان واعترافات الإخوان عن الإخوان ومذكرات الإخوان عن الإخوان ارجعوا وقرأوا مذكرات أحمد عاد الكمال وعالي عشماوي وصلاح شادي ارجعوا وقرأوا هذه المذكرات بها ما يزهل بها ما تشيب من هوله الولدان أنا بقول كلام واعترافات وتنظيمات سرية وقتل ودماء وتنظيم خاص ونظام كتائب وصناعة مفجرات كل هذا واعتراف ضمني واعتراف واضح صريح بأنه هناك استهداف لقتل رئيس وزراء مصر ورئيس مجلس النواب في مصر كل هذا موجود وترتيب واغتيال جمال عبد الناصر في المنشية في بيت زينب الغزالي كل دي اعترافات موجودة مش ناس ضد الإخوان ناس من الإخوان ألوها ونرجع نقول سلمية ونقول جماعة سياسية والله هذا كاذب وافتراء وإن الخطوة الأمريكية خطوة تأخرت كثيرا هيتبعها خطوات وإجراءات تقسم ما تبقى من ظهر الإخوان وهذا يمثل ضربة أعتقد أنه عدل الله يتحقق بيد حتى بيد الظالمين شكرا